صباح الخير مشاهدين الكرام حلقة جديدة من السياسة اليوم الأحد 9 طموز 2023 بشرفني رحب بضيفي بالستوديو عضو لجنة المتابعة في لقاء مستقلون من أجل لبنان الدكتور رفي مدايان أهلا وسهلا بحراتك دكتور صباح النور دكتور يعني عنوين عدة سنطرحها في هذه الحلقة في الداخل اللبناني بطبيعة الحال يحضر ملف رئاسة الجمهورية ولكن يعني ربما هذا الملف باته تفصيلا في أزمة كبيرة عنوانا ربما أزمة نظام سياسي هلأ بدنا نسألك عنه إذا بعده لازال صالح يعني للممارسة السياسية في لبنان وبالمقابل يعني هناك مشهد في المنطقة إعادة سياغة للعلاقات والتواصل ويعني خلق مشهد جديد وملامح لمشهد جديد في المنطقة والسؤال هل لبنان يتلقف هذا المشهد وكيف سيترجم هذا المشهد في الداخل اللبناني أهلا وسهلا بحضرتك دكتور رافي خلينا يعني نبلش من السؤال اللي طرحناه بالمقدمة كل هذه التعقيدات بالمشهد السياسي بالمشهد الاقتصادي عند كل استحقاق يعني نرى هذا الكم من التعقيد يستدعي التدخلات الخارجية هل يعني هذا الاستحقاق هو بحد ذاته الأزمة أم مثل ما سألنا أنه هناك أزمة نظام بكامله في لبنان مسألة مش مسألة أزمة نظام فقط أو أزمة أحزاب مسيحية أو أزمة المنظوم السياسية اللعبة الدير للبلد منذ الطائف هي أزمة مركبة ومعقبة ومرتبطة أيضا بتطورات المنطقة وبالصراع الموجود كان في المنطقة آخر سنوات منذ ما يسمى الربيع العربي إلى أن فشل وسقط هذا الربيع الإخواني المدعوم أمريكيا وتركيا في المنطقة طبعا في حقبة باعتقد حقبة الربيع العربي منذ 2010 حتى الآن انتهت وبالتالي في نظام سياسي جديد في المنطقة عم بتشكل أضف أنه نظام الطائف منذ 1991 إلى اليوم كمان هذا النظام فيه إشكالية حول إعادة تجديده وفي أسئلة تطرح حول إمكانية استمراره وإعادة تجديد نفسه وطبقته الحاكمة بالتالي أنا من الناس اللي بيعتقدوا أنه هذا النظام بحاجة إلى تجديد أيضا نظام الطائف وأن كان من منطلق مسيحي أنا أتمسك بهذا النظام وأكرر الكلام اللي كان يقوله المرحوم نسيب لحوذ لأنه أي تعديل في نظام الطائف في دستور الطائف ليس لمصلحة المسيحيين سوف يخسرون المناصف وبالتالي اليوم أي مراجعة الاتفاق الطائف أي بحث في تغيير الطائف سيؤدي إلى تقديم المسيحيين المزيد من التنزلات وخسارتهم ما تبقى لهم من صلاحيات ومن موقع أيضا في النظام السياسي طبعا المتداخل الأوضاع اللبنانية مع الأوضاع العربية نحن اليوم مرحلة انتقالية ومرحلة تأسيسية في المنطقة في الأقليم وفي الداخل الرئيس نجيب ميقاطي في الحوار معه لما نشوفناك نعم يحكي نحن في مرحلة انتقالية ولكن لا نعرف من أين إلى أين ننتقل يعني من أي أزمي إلى أي أزمي أو من أي مرحلة إلى أي مرحلة ننتقل وعزرا دكتور رفي يعني ربما العالم بيكاملوا أمام مرحلة انتقالية كمان يعني بعد ملامح هذه المرحلة وإلى أين زهر في حرب عالمية بوكرانيا طبعا في حرب عالمية بوكرانيا بدنا نشوف يعني هذا الصراع الروسي على الصيحة الأوكرانية مع خمسين دولة من الناتو عن ماذا سوف تسفر باعتقد أنه نحن سنشهد خلال السنتين الثلاثة المقبلين تغير في النظام العالمي وفي العلاقات الدولية أيضا مشاناكي هذه التطورات العالمية أيضا ونتائج الحرب العالمية في أوكرانيا وأوروبا سوف تنعكس على شارف الأوسط وعلى تنعكس حتما على المشرق وعلى لبنان لذلك نحن علينا على الأقل إذا بدنا أوروباير يعني بدنا نشوف يعني نتحدث عن موقع أو انطلاقة أو فترة معينة أو لحظة سياسية معينة خلينا نقول لحظة مؤتمر بيكي اللي حصل مؤخرا اللي حصلت خلاله مصالحة أو اتفاق بداية اتفاق إيراني سعودي والإيرانيين والسعوديين بدأوا بتطوير العلاقات وتطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين من العلاقات الدبلوميسية إلى مسألة الحج ومسألة الزيارات وفتح الحدود والتبادل يعني العلاقات الاقتصادية والتجارية وفي اليوم عملية لتطوير العلاقات وانهي انهاء حقب من الاشتباك المسلح على صعيد الاقليم ولسيما في منطقة الخليج الفارسي واليمن بالتالي حلاء ربما إذا واحد بيعمل مقارنة ومفارقة ربما حرب سوريا اللي الأمريكان والخليجيين فجروها بالمقابل انفجر بوجه الحرب اليمن يعني إذا أراد المعض أن يجعل من سوريا أفغانستان المشرق ربما الإيرانيين أيضا جعلوا من اليمن أفغانستان الخليج العربي التالي يعني خلينا نقول اليوم أنه في إقليم يتشكل إقليم المشرق العربي المنطقة الشارع الأوسط فيها إقليمين في إقليم الإسرائيلي الخليجي اللي توقف لم يتمدد إلى السعودية توقف في الإمارات هذا إقليم أبرهم حلف أبرهم هو إقليم سياسي واقتصادي وتجاري حتى هناك سؤال يعني عن مدى صلاحيته يعني إذا كان لازل قائم وقدش كان يعني له هذا الوقع هذا إقليم موجود بمحازاته إقليم آخر في المشرق العربي يتشكل هو لبنان سوريا العراق مع الفضاء الإيراني والفضاء الصيني وفي نفوذ للروس والإيرانيين في هذا الأقليم وحيكون في نفوذ اقتصادي للصينيين في هذا الأقليم في السنوات الخمسة المقبلة هذا الأقليم اليوم عم يتشكل بمحازات الأقليم الإسرائيلي وطبعا الأقليم الإيراني الروسي هذا المشرق العربي يخترق الأقليم الإسرائيلي أقليم أبرهم في غزة وفي الضفة من خلال المقاومة الفلسطينية وفي صنعاء وفي نصف اليمن من خلال الحوثيين وحلفائهم يعني حركة أنصار الله وحكومة صنعاء بالتالي اليوم ربما في ضمور وفي تراجع لهذا الحلف الإسرائيلي حلف أبرهم لمصحة الحلف الآخر بعد مؤتمر بكين ودخول السعودية في مفاوضات مع إيران وفي مصالحة مع إيران وهي مصالحة سنية شيعية أيضا انتهى الاشتباك السنية شيعي ربما نحن نذهب باتجاه أقليم جديد تشكل منطقة جديدة وسوء اقتصادي جديد السعوديين يريدون أن يكون زعماء العالم العربي ليس فقط زعماء الخليج ومجلس تعاون الخليجي محمد بن سلمان عب يبني اقتصاد مركزي محوري بلكتغناط في الخليج في السعودية يكون هذا الاقتصاد السعودي وسيط بين العالم الصيني الذي ينتقل إليه مركز الاقتصاد العالمي في السنوات القليلة المقبلة والعالم العربي ومنطقة الخليج فهذا البناء الاقتصادي السعودي بحاجة إلى تصفير المشاكل بحاجة إلى فك الاشتباكات وخروج السعودية من كل الاشتباكات اللي ورطوه فيها الأمريكان في السنوات العشرة السابقة مشاناكي السعوديين اتفقوا مع الإيرانيين انهاء حرب اليمن وإن كان الأمريكان عم يحاولوا يضغطوا لتعثر هذه الحلول في اليمن أو لعرقلة الحلول السياسية في اليمن لأنه صار انتقال من الحل الأمني في اليمن إلى المبحثات السياسية الأمريكان عرقلوا تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد في اليمن يعني الحل السياسي عرقلوا الأمريكان اليوم حصل تقدم بالمفاوضات الإيرانية والسعودية من خلال وساطة العراقيين محمد شايع السوداني وقبله مصطفى الكاظمي حول العراق والملف العراقي في تقدم اليوم الأمير محمد بن سلمان من بضعة أشهر نتيجة زيارة للحكيم لعمار الحكيم إلى الرياض ولقاءه محمد بن سلمان قال له محمد بن سلمان للحكيم لهذا الزعيم الشيعي العراقي أنه أنا والدتي إسماعيلية يعني أصلة شيعية والدته لمحمد بن سلمان قال أنه أنا ما عندي شيء ضد الشيعة وأخذ قرار بالسماح لكل المواطنين السعوديين من المنطقة الشرقية وبن الشيعة أن يزوروا النجف وكربلاء حتى بدون فياز يعني صار في سماح للمواطنين إن شاء الله نحلى كمان يعني منشهد سماح للمواطنين السعوديين أن يزوروا لبنان حتى قبل الرئاسة اللبنانية طيب يعني كل هذه التوطي أو التمهيد اللي هلأ حضرتك هيك شرحته بهذه المشهد كيف رح ينعكس على لبنان إذا يعني بالسنوات الماضية دكتور يعني كان يقال أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترمي في الساحة اللبنانية كل مشاكل الشرق الأوسط هل هذا الموضوع بظل هذه التطورات إعادة صياغة هذه العلاقات بين الدول العربية والإسلامية هل يعني الساحة اللبنانية لا تزال هي يعني التي يرمى بها هذه المشاكل واللي بدنا نضلنا يعني نتحمل التأزم بسبب هذه المشاكل خلينا نتقل بصياق يعني تحليلي لأقول أنه سينطق المفاوضات السعودية السورية إلى الملف السوري إلى بحث الملف السوري قبل الملف اللبناني أنا من القائلين أنه الرياض محمد بن سلمان لن يأتي إلى بحث الملف اللبناني إلا بعد أن يبحث الملف السوري مع الرئيس الأسد بالتالي علينا أن ننتظر نحن والسوريين وانتراك مسار واحد ملف واحد بالنسبة للقيادة السعودية مشانيك علينا أن ننتظر لأنه اليوم حتى الحل في لبنان هو ينتظر الموقف السعودي يعني أنه المعركة الداخلية أو اللعبة الانتخابية الداخلية انتهت يعني مع بروز كتلي صلبي تؤيد الوزير الإسلامي فرنجي مع 51 نائب في البرلمان وتمكن الأمريكان أن يقولوا من خلال التقاطع اللي صنعوه أن تجوه حول المرشح جهاد أزعور من اللي ضم ولي جمبلات وجبران بسيل والقوات اللبنانية والكتائب ومشيل معوّد وأشرف ريفي والتغييريين 8 أو 9 من التغييريين من بولا يعقبيان إلى وضح الصادق فكل هذا الحلف اللي جمعوه الأمريكان خلف جهاد أزعور لمرة واحدة أنا تأديري هذا حلف مؤقت حاول يقولوا أنه الثنائي لن يتمكن أو إدارة الثنائي لن تتمكن من إيصال فرنجي دون التحدث إلى الأمريكان وأنه الدور الفرنسي لا يكفي لإنتاج رئيس وحل وحل في لبنان هذه كانت الرسالة الأمريكية وهذه قراءتي وأن كنت أنا بقول أنه فرنجي رئيس معقف التنفيذ لأنه واحد إذا بيعمل قراءة موضوعية وواقعية لموازين القوى الموجودة في البرمان والأصوات اللي حصل في البرمان إذا بتضيفي على أصوات فرنجية أصوات ولي جمبلات 8 لعاطل جهاد أزعور وأصوات الاعتدال الوطني اللي صوته لبنان الجديد هذه 16 صوت بتضيفيهم على أصوات فرنجية معناته انتهت المعركة ولكن طبعا معركة المقبلة هي معركة النصاب ومعركة النصاب وتأمين النصاب لن يحصل بدون تدخل خارجي خلال نكونوا واقعيين للأسف اللبنانيين لن يتمكنوا من التوافق وحسم المعركة الرئاسية وحدهم بدأت تسويه إقليمي لبناني تسويه خارجيه يلاقيها تسويه داخليه حتى نستطيع أن ننتج رئيس جمهورية يعني هيدا الحل سيكون بهذه الرعاية ماذا عن أمد الشغور هيدا يعني الشغور ومرحلة إنجاز هذا الاستحقاق في المنطقة ماذا يقابله دكتور رافي يعني ماذا سيحصل في المنطقة لنبني عليه لنقول صرنا على قاب قوسين أو أدنى من إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية بما أن حضرتك تتحدث عن وجوب التدخل الخارجي خلاص الموضوع ظهر من الإدارة طبعا رحلة على الطابق الثاني انتهت المعركة في لبنان يعني بمعنى أنه ثقل الصراع من أجل الرئاسي انتقل إلى الطابق الثاني إلى مستوى الأقليمي الدولي الصراع الداخلي في لبنان أو خلانا نقول اللعبة أو المفاوضات الداخلية انتهت لمصلحة انتقال الثقل في هذه المعركة إلى الخارجي إلى الأقليم وإلى المسرح الدولي يعني هذا الخارجي يوضح نعم تخطي وقول أنه مع تطور العلاقات الخليجية والسعودية تحديدا السورية سوف يتبلور الحل في لبنان بمعنى أنه السعودية عند بعض المطالب في سوريا عند مطالب أمنية بعتقد الأمن والحوار الأمن السوري السعودي تقدم جدا اليوم خليني أكشفوا أقول أنه في أكثر من ألفين جهادي سعودي وخليجي قاتلوا في سوريا ولازال معظمهم موجود في سوريا الأمن السعودي هذا ملف خطير ملف خطير يعني بالنسبة لسعوديين أفغان العرب مثل جماعة بن لادل هؤلاء جماعة سوريا أفغان سوريا وبالتالي هؤلاء إذا ميت واحد فقط منهم عاد إلى السعودية بدون معرفة السلطات السعودية ممكن يشكلوا خطر كبير نحن نشوف له كيف ببداية تسعينات ومنتصف تسعينات صافي التفجيرات ضد مراكز أمريكية وضد قواعد عسكرية ضد الأمن السعودي حتى حاولوا يقتلوا وزير الداخلية الأسبق محمد بن نايف وبالتالي اليوم الأمن السوري عم بيقدم ملفات هول بيقدم أسماءهم صورهم عنوينهم ويمكن يكونوا متواجدين أرقام هواتفهم عم بيقدم معلومات ثمينة للأمن السعودي وبالتالي السعوديين مقابل هذه المعلومات اللي بيقدمها النظام السوري مستعدين يقدموا اللي بده يالرئيس الأسد أضف أنه في مسألة كمان العلاءة بالأمن القومي العربي والسعودي والخليجي والمصري حتى عندهم مطلب خروج القوات الإيرانية والميليشيات الحليفي للمحور الإيراني في المنطقة والرئيس الأسد أبلغ لوزراء خارجية المصري والأردني والإماراتي والسعودي أن هذه القوات الإيرانية مؤقتة وجودة مرتبط بالحرب التي كانت مفروضة على سوريا وعندما تنتهي الحرب ويخرج الاحتلال الأمريكي والتركي سوف تخرج القوات الصديقة الإيرانية من سوريا وبالتالي اليوم الإيرانيين نحن لحظنا من شهر عملوا اتفاقات 12 اتفاق اقتصادي واتفاق التعاون استراتيجي أيضا مع الحكومة السورية تعويضا لخروج من العسكر اللاحق في المستقبل هذا مطلب أساسي للسعوديين عندما يخرج الإيرانيين من سوريا بيعتقدوا السعوديين والخليجيين والمصريين أنه سوريا اقتربت إلى الحض العربي وعادت إلى الحض العربي وأعادوها إلى الجامعة العربية بالتالي بتعدت عن تركيا وابتعدت عن إيران قليلا وهذا أمر في غاية الأهمية حتى التسوي عفوا أخيرا التسوي مع حزب الله في لبنان التسوي اللي بدون يعبدوها الخليجيين تحديدا السعوديين مع حزب الله في لبنان سيكون ضامنها الرئيس بشار أسد يعني سوريا سوف تضمن الحل مع حزب الله في لبنان يعني بشأنه السوريين سيعودون إلى الملف لبناني بالاتفاق مع السعودية علينا أن ننتظر أن تتقدم المفاوضات أن تتقدم الحلول السعودية السورية لتطال الملف لبناني مسألة الرئاسية مسألة تفصيلية نعم عند محمد بن سلم يعني إذن حل حلة الملف السوري بالنسبة للسعوديين سيكون هو المدخل الأساس لهذا ليجول الاسترخاء في لبنان والتقدم بشكل كبير لحو إنجاز الاستحقاق استحقاق رئاسة الجمهورية هيدا المؤشر اللي لازم يعني نمتره دكتور مدياني طبعا لأنه عم بيسأل محمد بن سلمان طيب أنا أمول أي حل سياسي أي تسوي في لبنان أنا أستثمر في أي تسوي في لبنان هو مستعد استثمر يعني استثمروا السعوديين في السابق مع طرف معين وربما شايفوا هذا الاستثمر لم يكن بمحل هذا انتهى أنا بقول لك من بعض مؤتمر باكين وقف المساعدة المالية السعودية للقوات وقفت نعم أكد لك معلومات وبالتالي السعوديين اليوم عم يعيدوا سياسة في كل المنطقة ومستعدين إضافة إلى تصفير المشاكل مستعدين أن يدعموا أو يمولوا الاستقرار في مختلف دول المنطقة استقرار في الإقليم منها كأيماني استقرار في لبنان ولكن مدخل مجيء إلى بيروت مدخل دخوله إلى الملف اللبناني هي دباشق مثل ما حصل بالتسعين وواحدة وتسعين على خلفية حرب الخليج وتحرير الكويت من صلدام يلي الأمريكان خاضوها وقاضوها الحرب العالمية كان فيه تغطية إلها مصرية وسورية على هامش هذه الحرب لتحرير الكويت حصل اتفاق أمريكي سوري سعودي مصري أعطى وفوض السوريين بإدارة الملف اللبناني وصار في لقاء دمشق اتفاق دمشق واحدة وتسعين السعودي السوري المصري يلي شكل قاعدة العمق العربي أو أساس النظام الأقليمي العربي أنا ذاك وبالتالي اليوم نحن نشهد يعني بدايات أو إرهاصات لإعادة تشكل نظام جديد بديل عن هذا النظام الأقليمي تبع الواحدة وتسعين بأعتقد أنه الحل السياسي بانتخاب الرئيس قد يسبق الحل الاقتصادي ومجيء السعوديين إلى تمويل الحل الاقتصادي والمالي في لبنان من خلال استثمارات اليوم السعوديين نحن بنعرف عم بتسرب لنا أنه مجهزين 22 مشروع استثماري في لبنان ولكن حتى أنا بحواري مع الفرنسيين في بيروت مع السفارة الفرنسية بيقولوا أنا نقشت معهم قلت لهم مثل 1991 نحن انتخبنا لهراوي وبعدين بعد سنتين ثلاثة اجوا السعوديين على تمويل أو يعني مساعدة لبنان وإدارة الملف الاقتصادي المالي في لبنان من خلال مرحوم رفيق حريري قالوا لي تماما نحن ننتخب رئيس على أساس التسوية في سوريا مش في لبنان نحن تسوية لبنانية ملحقة ملحقة بالملف السوري بالتسوية في سوريا ودور الرئيس الأسد وسوريا في ضمان الحل في لبنان سيكون أساسي مش أقل من هيك طبعا يظل اللبنان أيضا نسحب نفسه على لبنان أيضا طيب دكتور رفيق يعني أنا كنت سألتك من شوي أنه يعني كانت الساحة اللبنانية هي التي ترمي بها الولايات المتحدة كل مشاكل المنطقة حضرتك عم تذكر اليوم أن هناك لعبين جدد ولاعبين مؤثرين تحديدا يعني المملكة العربية السعودية سوريا في المرحلة المقبلة الجمهورية الإسلامية طب ماذا عن الولايات المتحدة يعني هي متوجدة بالمنطقة في العراق في سوريا وأيضا في لبنان وهناك ملف يعني دايما يشغل بالا الأمريكيين هو ملف الحدود ملف ضبط يعني إيقاع الأمن والهدوء على هذا المحور أمريكان بهمهم أمن إسرائيل وكان بهمهم الاتفاق البحري ترسيم البحري بالحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية نعم وحصلوا عليه وهذا العلاقة بأمن الطاقة العالمية بمعنى العلاقة بأمن الغاز في شرق المتوسط الذي هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بترسيم الحدود سمح للإسرائيليين استخراج غاز كاريش وغاز لفيتان وتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا الغربية بديلا عن غاز الروسي وهذا إنجاز كبير بنسبة لإدارة بايدن الأمريكي أكبر إنجاز هذا في محاصلة الغاز الروسي من خلال تصدير الغاز شرق المتوسط غاز الإسرائيلي بشكل أساسي والمصري شوي والقبرصي واليوناني بتجيء أوروبا الغربية بالتالي إذا حزب الله أمن أو لم يمس أمن أو ضمن أمن غاز شرق المتوسط بالمقابل بده أثمان أنا برأيه يعني حزب الله اليوم حتى يضمن أمن غاز شرق المتوسط هو بحاجة كبال إلى أن يكون شريك في إدارة سوق الطاقة في لبنان وربما أكثر من لبنان ربما في سوريا أيضا يعني بمعنى اليوم نحن حكومة لبنانية سترسم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا من خلال وساطة روسية لأن الشركات الروسية رسمية تستسبر الغاز في الساحل السوري لمدة أربعين سنة في عقد بالتالي اليوم نحن حتى روس نفط في الشمال اللبناني نعم في الشمال اللبناني الأمريكان يعني كان بيهمهم أمن إسرائيل وموضوع الطاقة بمعنى عندهم أسئلة هذا إذا سوف نتحول إلى بلد نفطي خلال 3-4 سنين القادمين وبأيلول رح يكشفوا الفرنسيين توتال يعني نتائج استكشافاتهم البحرية وحيبين إذا كنا سنصبح دولة نفطية مع عائدات مليارات الدولارات ما بعرف أدي حجم العائدات بس إذا حجم العائدات كبير بعتقد الأمريكان حيكونوا معنيين يعني على الأقل رح يتدخلوا في بس ما يطلعوا تقرير بيشبه تقرير بلوكرا أم 4 دكتور هذا ممكن بالسياسة هذا الأمريكان معتبرين أنه لن يصبحوا لحزب الله للمقاومة أو للثناء الشيعي الطائف الشيعي أن تستفيد من موارد الغاز والنفط اللبناني التي سوف توظف في الاقتصاد اللبناني وربما في تنمية المناطي أو أطفاء الدين أو 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 يعني بمعنى بدون يعرفوا الأمريكان كيفية توظيف هذه الأموال والعائدات وقالله حيصير فينا مثل ليبيا بليبيا الأمريكان عاملين هيئة دولية تشرف على استخدام عائدات النفط الليبي النفط الليبي اللي بتبيعه آني بشكل أساسي التليان وفي شركات التوتال والأمريكية وبريطانية وغيرها من الشركات بيبيعه اليوم حوالي مليون ونصف برميل من النفط بشكل أساسي إلى أوروبا وعائدات هالنفط في صندوق اليوم معنى في شركتين استثمار للنفط والغاز في ليبيا وحدة بالشرق في طبرق مركزها وحدة تانية في طرابلس الغرب وهو المتناقضين بين الحكومتين حكومة باشاغا أو حكومة حكومة الدبيبة في طرابلس الغرب الأمريكيين حطين إيدهم على عائدات النفط هن يوزعوا الأموال على الأطراف الليبية أنا أخشى أنه بلبنان الأمريكيين يعملوا نفس الشي يحطوا إيدهم على عائدات النفط اليوم نحن عم نحط الأسس التشريعية القانونية لإقابة الصندوق السيادي وما بعرف شو أنا برأيي النقاش الأساسي مش هون لازم يكون هذا موضوع تقني النقاش الأساسي هو كيفية توظيف عائدات النفط أولا بدنا نعرف حجم هذه العائدات التي تترك إلى الحكومة اللبنانية الجانب اللبناني وأساسا نحن ما عرفنا فحوة ومضمون الاتفاق بين الحكومة وبين توتال والكونسورتوم النفط ليش حصة لبنان هالأد ليش حصتهم هالأد ليش فيه 51 شركة وسيطة سجلت حتى بالمستقبل في مسائل في أسئلة مش مفهومة مبهمة المهم أنا ما بدي أدخل في التفاصيل أنا بدي أقول أنه الأمريكان بدون يعرفوا حجم العائدات وكيفية توظيف هالعائدات وإذا كان حزب الله يستفيد منها المقاومة تستفيد منها أو لا وكيف بدأت تتوظف في أي مناطق في أي قطاعات بالاقتصاد مش يناك كمان بالمقابل حزب الله بد يقول للأمريكان أنه أنتوا يا جباع نحن مضامنين أمن الغاز المتوسط نحن ما عم نطلق صواريخ على كريش يعني حدثتك عم بتقول أن حزب الله يريد أن يطلب سمن كيف لك؟ بده كلفة لهذا طبعا طبعا يعني تفصيل موضوع الرئاسة المؤشر أكثر من الرئاسة المنية تفصيل مسألة الرئاسة المنية أنا متأكد نتيجة قراءتي لموازين القوى مثلما حزب الله استطاع أن ينتظر سنتين ونص لإيصال ميشال عون بينتظر ثلاثة سنين كمان لإيصال فرنجية يعني إذا كان حزب الله والرافعة القوة الأساسية في المعادلة السياسية اللبنانية مسألة موازين قوى ومعادلات ما نحكي ديمقراطية وحيدا الخارج وتحديدا الأمريكيين اليوم يعني يقرؤون اختلاف موازين القوى يقرؤون أن الاتفاق سيقوم مع حزب الله حتى الأمريكيين عن طريق الفرنسيين وربما عن طريق القطريين وطريق وسطة وربما مباشرة يتفاوضوا بعد شوي مع حزب الله الحل في لبنان هو بحزب الله تسوي بحزب الله مش مع أي طرف آخر إنه لنا يومين عم نقرب الجرائد الدكتور رفي بس يعني هذا الكلام مزارة الخارجية ما عم متأكدوا أن هناك موفد أممي أمريكي سيكون في لبنان يلتقي قيادات ومن ضمنها سيطلب لقاء من السيد حسن نصر الله يعني هذا الموضوع ما حكي عنه حزب الله وحتى وزارة الخارجية اللبنانية كمان ما حكي تعامل أنا شو بدل بهذا الموفد بالأمريكي نعم نعم لا لا بس عم لا نشوف الأمريكيين اليوم كيف عم بفكروا تجاه اختلاف موازين القوى في لبنان هم يعني بالبراجماتية التي تتمتع بها عادة سياسة الولايات المتحدة هي تعترف بأن هناك نعم هذه الواقعية ترغماتيين الأمريكان نعم نعم أنه يجب التواصل مع الجهة التي باتت بالمعنى العادي لأقوى ستنا خليني أقولك أنه الأمريكان من خلال أصدقاءهم اللبنانيين وبيناتهم وزراء السابقين وهؤلاء أصدقاء سامير جعجع أيضا وسامير جعجع بيعرف هالمطالب البنتاجون الأمريكية وحتى مطالب من سنتين وأنا متطلع على هذه المطالب الأمريكية من خلال اللبنانية وبتطلع أكيد حزب الله يلي بوصلوه هؤلاء اللبنانيين الوسطة بين الأمريكان وبان حزب الله وحتى مع الرئيس بري. البنتاجون اليوم ما عنده مشكلة مع السلاح حزب الله في لبنان. البنتاجون عنده مشكلة كان. وهذه مشكلة إسرائيلية. نعم. ما حواله 150 صاروخ باليستي بعيد المدى. هذه الصواريخ أكتر من 250-300 كيلومتر. نعم. هاي الصواريخ بالطال كل منطقة تل أبيب الكبرى اللي بسموها جوجدان ومن هيرتسيليا إلى بتاعت تكفى. يعني هذه 30 كيلومتر قطر تل أبيب وضواحيها تل أبيب الكبرى اللي فيها 4 مليون يهودي إسرائيلي. نصف سكان دولة إسرائيل اليهود يسكنون له في هذه المنطقة. صواريخ حزب الله تطال حتى مفاعل ديمونا في النقب. هذه الصواريخ كانت تزعج الأمريكان. وطلبوا من حزب الله يعني إزاحة هذه الصواريخ من لبنان أو نقلة إلى خارج لبنان. هذه الصواريخ ممكن تطلق من القصير ومن حمص وتصيب كل فلسطين المحتلة. بالتالي يعني أنا برأيي تم ترتيب هذا الموضوع أما السلاح الآخر عند حزب الله ما في مشكلة للأمريكان. هني طالبوا أنه توضع هذه الأسلحة في مخازن في منطقة الجنوب وفي منطقة بعلبك الهرمل وفي منطقة الضاحي في أماكن معروفة من قبل الجيش لبناني. بهذا المعنى. بمعنى أنه ما يكون في مخازن سرية للمقاومة. طبع المقاومة بترفض هذا الطلب وهذا الكلام يعني. وبالتالي الكرميل أنا طمن هذا الرأي العام أو بعض القوى السياسية المارونية التي ترفع شعار إزالة السلاح يعني الأمريكان ما عم يطالبوا بإزالة السلاح بالعكس الأمريكان الحشد الشعبي في العراق. في مثل حشد الشعبي الأمريكان شرعوا وافقوا على تشريع وقونات وجود الحشد الشعبي اللي فيه أكتر من مئة ألف مقاتل والحشد الشعبي أقوى من الجيش العراقي وفيه قائده فالح الفياض اللي هو مستشار الأمن القومي وتابع للحكومة العراقية ممكن بالمستقبل الأمريكان يطالبوا بنفس الشيء في لبنان تشريع وجود جيش حزب الله المقاومة بيشرعوها بيعملوها جيش شعبي أو مثل الحشد الشعبي بتصير قانونية وشرعية وجودها بيستمروا ربما حزب الله بتمويل نفسه دون أخذ تمويل هذا الجيش من خزينة لبنانية ربما حزب الله يتعحد أنه هو يمول ربما من عائدات النفط أو من مصادر أخرى الإيرانيين بيدعموا ربما هذا الجيش وبموله وبيصير في مستشار أمن قومي بيعمل علاقة ارتباط وتنصيق يعني بمعنى ينصق بين جيش المقاومة والجيش اللبناني والحكومة اللبنانية مثل صالح الفياط يعني ممكن يصير نفس الشيء طيب دكتور معلش حتى ما نقطع أكتر الفكرة خلينا نتوقف مع أول فاصل إذا سماحت فاصل مشاهدين ونعود مجددا برحب فيكم مشاهدين الكرام بالجزء الثاني من السياسة اليوم وجدد ترحيب بضيفي دكتور رفي مدين أهلا وسلم حضرتك دكتور قبل الفاصل يعني كثير حكينا عن المشهد في المنطقة وانعكاسه على لبنان واقع أقليمي جديد الكثير من الملفات ولكن لبنان ليس من الأولويات ما يعني أنه أمد الشغول ربما سيطول الزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي في هذا الشهر ماذا سيحمل الموفد الرئاسي الفرنسي خصوصا يعني أن جولة الاستطلاع التي قام بها أظهرت حجم التباينات والتعقيدات الداخلية هو تفاجأ لودريان خلال لقاءاته مع الكتل النيابي والنواب تفاجأ بحجم الخلاص؟ لا تفاجأ بأنه الأطراف التي اعترضت على فرنجي لم تقدم أي اسم بديل يعني ما حكوا بأزعور ولا بزياد برود ولا بحدا يعني كان متفاجئ أنه طيب هذه الكتل أو القوى التي تعترض على المبادرة الفرنسية التي تدعم وصول فرنجي مقابل سلي ما عم يطرحوا لا جهاد أزعور ولا أسباب أخرى عم يطرحوا حجاج اعتراضي على وصول فرنجي دون أي بديل على الشخص تحديدا يعني ما سألي شخصية وصاروا فهماني الفرنسيين نعم أنه الموقف جبران بسيل أو سامير جعجع والآخرين المعترضين على فرنجي موقف ينبع من حسابات فئوية وشخصية وذاتية اليوم أنا لأخفي سرا إذا أقول أنه حسب معلوماتي وتأديري جبران بسيل لازال هو المرشح يعني عم يحاول يناور يربح الوقت ريثما القطرين بيساعدوه بإقناع الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عنه عقوبة سياسية خاصة بشق سياسي من عقوبة ماجناتسكي اللي هي فردت عليه وبالتالي إذا الأمريكان إدارة بايدن وعدوه بنيسان لملتقى بهوكشتين أنه بيرفعوا عنه مقابل ترسيم الحدود البحرية واللي نفيوها يعني هيدا لا لا مظبوطة أنا عندي معلومات مظبوطة وطوني حداد اللي مستشاره كان لرئيس عون لدى المؤسسات الأمريكية يؤكد لي هذه المسألة وأنا عندي معي واتساب أنا وطوني حداد يعني مبارح وأول تبارح حكيم مع بعضنا فما حدا ينفي صار هذا اللقاء وعدوا الأمريكان وقزلوا لجبران باسيل والرئيس عون ونقصوا وعدهم وكذلك القطريين حاولوا مؤخرا كانوا يعدين للوزير جبران باسيل بأيار أو بحزيران يرفعوا الأمريكان إدارة بايدن ترفع العقوبة عنه لم يحصل ذلك رح ينتظر جبران باسيل ويناور ويربح وقت وجمع أوراق يتقاطع مع القوات ويرجع بيختلف مع القوات يتقاطع مدرمين بيشيل اسم أزعور بيحط اسم زياد بارود مثل ما آخر زيارة له إلى فرنسا جبران باسيل طرح مع باتريك دولال اسم زياد بارود بزيارته كمان المتناسقة للرئيس عون متناسقة أو منصقة مع جبران إلى سوريا مع الرئيس الأسد كمان يعني تفاجأت الخياد السوري أنه رئيس عون طرح اسم زياد بارود يعني هذه المناورات اللي عم بيحاول يعملها الوزير جبران من أجل كسب الوقت طيب الداخل اللبناني قداش ممكن يحمل حظوظ للوزير جبران باسيل إذا يعني يفكر جديا بإمكانية الترشح ورهانه على الوقت أنا تأديري بقى له حظوظ لأنه اليوم إذا هو بيعتقد إذا رفعت العقوبة الأمريكية عنه هذا معناته ضوء أخضر أمريكي أو قبول أمريكي بالتعاون معه أو قبول وصوله إلى رئيس الجمهورية هو إذا بيعتقد هيك وأنه هو ممكن يكون تقاطع بين حزب الله والأمريكيين وبالتالي بيكون عنده حظوظ يوصل إلى رئيس الجمهورية بس أنا بالنقاش مع هؤلاء الناس من جماعته لجبران باسيل يقول له ما فرنجية كمان على علاقة طبيعية مع الأمريكيين والغربيين وممكن يكون كمان تقاطع بين حزب الله والسنائي والأمريكيين والفرنسيين والغربيين يعني أنه لا جبران باسيل بد يكون وحده هذا التقاطع بظل جبران باسيل أنه من خلال هجومه على السنائي كسب بالشارع المسيحي عرق الوصول الفرنجي بانتظار رفع العقوبات الأمريكية عنه حتى يقول للأمريكان أنا بحكيكم مع حزب الله أنتوا بتكون تعملوا تسوي بحزب الله في لبنان على الوسيط بينكم وبان حزب الله وأنا بكون الرئيس المقبل اللي بقبول من الجهتين من الطرفان هذه النظرية لا تستقيم إذا عملنا قراءة كمان داخلية وخارجية إقليمية يعني ما بعتقد أنا أنه علاقاته السورية أو الإيرانية أو الإقليمية تسبح لجبران باسيل والسعودية أيضا تحديدا علاقته المتينة مع قطر تشكل نوع من الحساسية للمملكة العربية حساسية مع السعودية تماما هي قطر علاقة منيحة مع بايدن ولكن علاقة سيئة اليوم مش كتير منيحة مع السعودية لا تخرج من العباء السعودية كتير ولكن يعني إذا بتوافق حضرتك على هذا الترح ولكن يعني عم بغرده منفردين تحت الميظلة الأمريكية أكتر بيقوموا بمهام أمريكية القطريين في لبناء وربما يعني تسويق الاسم الذي يحمله القطريون دكتور رافي من قبل قطر يأتي بهذا الإطار أدي مدى جدية ترشيح قائد الجيش القطريين عم بيسوقوا هذا الاسم وبيعتقدوا كان أنه عندما تنتهي جولة الـ 12 الأخيرة بـ 14 حزيران جولة إدخاب الرئيس قد يعتقد الثنائي وتحديدا حزب الله أنه يجب الانتقال إلى مبعد فرنجي إلى البحث في أسماء تالتي ويكون قائد الجيش هو التسوي بيظن قائد الجيش أنه عنده مؤيدين له في الفاتيكا مؤيدين له في السعودية في القيادة السعودية فيه له مؤيدين طبعا في قطر وفي أكثر من دولة خليجية بيعتقد أنه بفرنسا فيه مؤيدين له في إيطاليا وفي بعض الدول الأوروبية داخل اللبناني فيه عقبة كبيرة لدى المسيحيين تحديدا عنده مشكلة داخلية قائد الجيش عنده مشكلة داخلية رغم أنه عنده ستة أو سبعة من كتلة تكتل اللبنان القوي بأيدوه من جماعة جبران عنده تأييد نظري من قبل قوات اللبنانية لفظي بس أنا برأيي سمير جعجع يخشى وصول أي جنرال من قيادة الجيش إلى سدة الرئاسة إلى بعبدة لأنه العداء تاريخي بين بيئة الجيش وبيئة القوات يعني ما ممكن سمير جعجع لفظيا وبالاجتماعات النواب والكوادر لمن النائبة ستريدة تشيد بدور الجيش وقائد الجيش وبوقفه بمعركة الطيوني وعين الرماني قبل الاتخابات النيابية أنه هو بطل والآخرين فهذا مشان يوصلوا حكيه لقائد الجيش أنه القوات بحبوه رغم ذلك رغم هذه التمثليات اللي بتعملها القوات ويعني رسائل الحب اللي بتبعطلوا إياها للعماد جوزيف عون أنا ما بعتقد أنه سمير جعجع يوافق على وصول قائد الجيش بفضل شخصية ضعيفة يكون هو له دور بيئيصاله يكون هو يعني صانع الملوك سمير جعجع هو ما بده زياد بارود لأنه يعتبر زياد بارود أقرب إلى جبران باسيل وإلى حزب الله مما هو أقرب إلى القوات لبنانية علما أنه زياد بارود هو رجل الفرنسيين برنار كوشنار وزير الخارجية السابق 2007-2008 هو اللي جابه وزير داخلية هذا معروف كان زميلي صديقي زياد بارود حركة تجدد ديمقراطي بال2001 مع الأستاذ نسيب لحود نحن و35 شخصية أسسته حركة تجدد ديمقراطي أنا بعرفه من يحلى زياد بارود هو ربما يعني عقله مرتب نظم بس مش قائد سياسي يعني مش رجل المرحلة رجل المرحلة حالياً بده يكون زعيم سياسي وهذه المواصفات يعني دكتور تنطبق على ترشيح السنائي وحلفاء للوزير إسلامي الفرنجية والبدي أسألك أبعد من هيك بما أنه حضرتك تتواصل مع السفارة الفرنسية كل اللي عم يحكي عن تخلي فرنسا عن مبادرتها عن يعني موافقتها على الوزير فرنجية هذا الموضوع لا يزال قائم عند الفرنسيين صحيح أنا سألت عندما تم تعيين الموفد الرئاسي لودريان أنا سألت هل هناك تبدل في الموقف الفرنسي حيال فرنجية حيال المبادرة الرئاسية قالوا لي لا وكذلك أنا عرفت أنه بـ 12 أحزاران الماضي الإليزي بشخص باتريك ديرال اتصلت بالوزير الفرنجية وأبلغته أنه ما في تبدل بالموقف الفرنسي مع لودريان وبالتالي حتى بالغضاء اللي حصل بين لودريان والوزير الفرنجية بقصر سنوبر تم التأكيد على استمرار الموقف الفرنسي تجاهه تجاه يعني دعم ترشيحه ودعم وصوله إلى الرئاسي ما في تبدل ربما في مرحلة جديدة الفرنسيين بعد تقديد أنه بعد جلسة 14 حزيران دخلت معركة الرئاسي في طور جديد في لبنان وبالتالي هذا الطور الجديد أو المرحلة الجديدة بحاجة إلى مقاربة فرنسية جديدة ربما الفرنسيين عم يفكروا بمؤتمر لبناني لبناني مؤتمر حوار لبناني لبناني يبحث ليس فقط مسألة شخص الرئيس وإنما بيبحث السلة اللي حكي عنها الرئيس بري سابقا مع القيادة السعودية والقيادة الفرنسية يعني بمعنى خلينا نحكي عن حكومة ورئيس حكومة وبرنامج حكومي خطة التعافي الاقتصادي مع الأياماف يعني إذا بدنا نعتبر أنه بعض القضايا اللي حاولت القيادة السعودية والأمريكان والفرنسيين استفسار حولها حول موقف حزب الله منها وموقف فرنجي منها من موضوع التعاون مع الأياماف الاتفاق مع الأياماف إلى موضوع خطة التعافي الاقتصادي يعادة هيكلة القطاع المصرفي مسألة التدقيق الجنائي في قضايا جاوب على بعض الأسئلة الأمريكية والفرنسية والسعودية وبالتالي حزب الله أعطى إذا بدنا نعتبر أنه الأمريكان والغربيين وربما السعوديين والمجتمع الدولي والمؤسسات المانحة المقردة الدولية بهم خطة التعافي الاقتصادي مضموخ خطة التعافي الاقتصادي ومسألة التعاون مع الأياماف هذه المسائل حزب الله عمل نقاش وأرسل مواقفه حدد مواقفه فيما يخص التعاون مع الأياماف من خلال الحوار يعني هو قبل كان حذر حزب الله وكثير من الأطراف اللبنانية كانت حذرة يعني البيان بارح كان لقاء مثلا مستقلوم الأجوال لبنان عملنا اللقاء مع غبطة بطريارك الأرمن الكاتوليك رفايل ميناسيون حكي أنه لبنان ليس بحاجة غبطة البطرق إلى صندوق النقد إلى أموال صندوق النقد على سبيل المثال يعني مش بس حزب الله حتى في أجهات مسيحية تخشى من التعاون مع صندوق النقد مع أنه أنا وفدنا لليزار سعادي الشامي نائب ورئيس مجلس المزرائي اللي هو صار خطة التعافي الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد بيقول أنا سألته لتله معروف عن صندوق النقد أنها تتبنى سياسات ووصفات تقشفية في كل العالم التالي محل ما هي بتحل بحل التضخم والفقر سوف يزيد الأفقار في لبنان وتضخم والإنهيار وخاصة أنه طالبين صندوق النقد تحجيم يعني تصغير القطاع العام البيروكراطي البناني طالبين تصغير زخر من تلقاء نفسه يبدو هو أني سعادي الشامي دكتور سعادي الشامي أنه الأيام في لبنان ما عنده سياسة تقشفية وفي لبنان فقط عنده سياسة زيادة الأنفاق الحكومي في الصحة والتربية والاجتماع يعني في الضمان الاجتماعي يعني في لبنان لا يطالب صندوق النقد مع أنه التقرير الأخير دكتور يعني كان مدمر للبنان عطى نتيجة جدا سلبية وحمى المسؤوليات كتير قوية وقالنا على أي مرحلة قاتمة نحن رايحين واضح لأنه الحقيقة خطة التعافي الاقتصادي اللي وزعتها الحكومي إلى برلمان إلى مجلس النواب وفي تسع تدابير وآليات يجب أن يتخذها الجانب اللبناني جزء منها من قبل الحكومي وجزء منها تشريعات في البرلمان ومنها الكابيتال كونترول طيب في أربع خمس نواب فقط قاريين خطة وناقشوا بالخطة بقية الأعضاء المجلس نواب والكتل النيابية ما حدا نناقش مع سعاد الشامي ولا نناقشوا مع مسؤول الأياماف مندوب الأياماف في بيروت راحوا على نيويورك الجماعة بعض الكتل النيابية لا يناقشوا إدارة صدوق نقات بنيويورك بدل ما يناقشوا مع سعاد الشامي هيك قالنا الرجل وبالتالي يعني غريب ما في نقاش جدي حول خطة التعافي إذا خطة التعافي هذه تتضمن تتضمن المزيد من النفاق الحكومي في الضمان الصحي وفي قطاع التربوي وفي القطاع الاجتماعي بالتالي ما فيه مشكلة يعني إذا أنا قلت له لسعاد الشامي إذا خطة التعافي الاقتصادي لا تتضمن ترميم الطبقة المتوسطة لأنه نتيجة التضخم الانهيار المالي صار في انهيار الطبقة المتوسطة تحديدا للموظفين القطاع العام من مدنيين وعسكرية اللي بتقاضوا بالليارة اللبنانية كل الموظفين ذوي الدخل المحدود بالليارة اللبنانية اللي بتقاضوا رواتب بالليارة اللبنانية انهاروا هؤلاء صاروا ما دون الطبقة المتوسطة صاروا على خط الفقر مشاناكي نحن بحاجة من أجل الاستقرار الاقتصادي والاجتباعي بحاجة نحن إلى إعادة تكوين الطبقة المتوسطة وهاي بدأ زيادة انفاق العام انفاق الحكومي في الضمان الاجتماعي والصحي والتربوي يعني بمعنى وتنمية الموارد البشرية نعم نحن فضل لا لا تفضل تفضل كافة لأنه يعني هذا الموضوع شفنا دكتور رافي من 2019 كانت آليات المعالجة غائبة ما في استراتيجيات لا لمدى يعني قصير المدى أولى على المستوى الأطول ما في قدال ما في برنامج صحيح وشفنا يعني سياسات دعم عشوائية البلد كيف نفتح على كافة الاحتمالات حكومة يعني دولة تتمنى عن دفع ديونها كيف صار خدمة الدين العام يعني فيه فيه تشابك بهيدا الموضوع وكأنه كان يعني يا هناك تخلي مقصود يا أن حجم هذه المشكلة والكارسة نتيجة هذه التراكمات من سنين كانت أتقل من أنه نحملها وهلقد كان عم بيكون فيه تخبط يعني برأي فيه في فساد منظم مسألة مش بس هيك يعني وهيدا ربما يعني يمكن اللي كان عم يحكي عنه صندوق المحد أنا نقاشت معه من ثلاث أسابيع موريس صحناوي وزير السابق ومصرفي كبير وبيعرف كل الطبقة السياسية وتعاون مع ألامي فاني مع وزارة المال ومع يوسف الخليل وزير الحالي وتعاون مع وزير الاقتصاد السابق كان يعمل معه مستشار فهو يعرف تماما واقع وزارة المال وحكمية مصر في لبنان وبيعرف القطاعات الاقتصادية في لبنان بيقول موريس صحناوي أنه ما فيه خطة في وزارة المال ولا في البنك المركزي ما فيه مودال ما فيه خطة بالتالي يعني هذا التعاطي مع القطاعات الاقتصاد والسياسة المالية العامة السياسة المالية في البلد بدون خطة بدون رؤية بدون فكر اقتصادي فعلا فيه فوضى نحن نفهم أنه نيوليبرالية فيه كينزي كينزي نظريات اقتصادية نيوليبرالية بس بلبنان فيه رأسمالية متوحشة فيه تقليص لدور الدولي تقليصة إلى دور بوليس فقط عندنا أنيتا بوليس وما فيه دور اجتماعي واقتصادي للدولي ودور في القطاعات المنتجة بمعنى عم بيقلصوا دور الدولي تحت حجة الليبرالية والليبرالية متوحشة وهذه الطبقة السياسية مير كونتيلية أو كومبرادورية وسيطة بين الشركات العالمية الدولية والسوق المحلي هكي رفيق الحريري وهكي الطبقة السياسية المتنانية يعني ما عنده رؤية لإقتصاد وطني لبناء اقتصاد وطني صندوق النقد برأيك سيعيد انتزام هيدا العمل بإطار المرائبة صندوق النقد هو باسبور فقط فيزا لانتقالنا إلى أسواق العالمية نعم لأنه بعد رياض سلامي تأديري أنا بالتعاون أو يعني ما بعرف إذا تأمر مع الأمريكان ومع المصارف ووافق على هو وحسانة دياب حكومة حسانة دياب على عدم سداد سندات اليورو بونز نعم كان بيقدروا يعيدوا جدولة الدين الخارجي يعيدوا جدولة الدفع حدا على مليار ونص أو 1.7 مليار دولار بيرفض الدفع وبعدين منصرف على دعم المواد والمحروقات عشرات مليارات الدولارات ما فيش عقل كأنه في خطة مقصودة كان بالتعاون مع وزارة الخزينة الأمريكية من أجل أن ينهار نحاصر الاقتصاد اللبناني نحاصر الدولة وتنهار المؤسسات على رأس حزب الله مثل ما قال منوشن وزير الخزينة السابق اللي كان زلمت بورتون مع أنه يا دكتور شفنا حكومة الرئيس حسانة دياب كنت عم تفاوض 16 يمكن ربما جلست تفاوض مع صندوق النقد الدولي أثناء وشفنا كيف آخر شي توقفات وعم نحكي نحن بأزار 2020 لأن يسان 2020 كنا عم نشوف في هيدا السؤال اللي يعني دوين سأل لماذا لم يعني ما عدنا جدولنا وإعادة هيكلة هذه الديون وشفنا يعني وقتها كمان كان في توجهان بالتحليل عم بيكون أنه زهبت المصارف وتحديدا اللبنانية الكبيرة زهبت واشترت يعني هذه السندات بأسعار متدنية جدا قداش كانت عم تخسر الدولة ومن ميلي تاني كنا عم بيقولوا لا نحن بوضع اقتصادي منهار خلينا هيدول المصاري اللي نروح ندعم فيهم وكمان شفنا سياسة الدعم العشوائي لوين أخدتنا يعني بالحال نحن كنا عم نمشي بطريقة الانهيار وعدم الإدارة فجو المالية بحددها الدكتور سعادي الشام 72 مليار دولار من 25 سنة إلى هلأ على سياسة التصبيت اللقضي وتدخلات السوق والانفاق العام اللي حصل والهدر 72 مليار دولار وهذا كمان في اختلاف عليه يعني ما كمان اليوم هذه الأرقام المختلفة عليها اليوم فيه نقاش جدي كيفية توزيع الخسائر يعني خطة التعافي الاقتصادي تتضمن توزيع الخسائر صحيح اليوم المصارف والدولي مستديني من المصارف حوالي 55 مليار دولار عشية 2019 بالليرة اللبنانية المصارف ما بدأت تسترد هذه الديوب بالليرة اللبنانية هذه احدى المشاكل على سبيل المثال اليوم كل هذا الدين 55 مليار ممكن الدولة تسكروا وما بيطلعوا مليار دولار يعني وبالتالي اليوم هل تقبل المصارف هذه الخسائر او بدأت تحملها لصغار مدعين كافي مليون و 750 ألف حساب ما دون المئة ألف دولار او ما دون خمس ألف دولار باعتذر عم قطعك مشروع الحكومة لتقدم للمجلس النيابي بخطة التعافي كان الضحية الاكبر فيه والخسر الاكبر هو المودع اللبناني تماما اليوم مثلا مريس صحنوة بيقول انه من اجل اعادة رسمين المودعين اللي كان عندهم حسابات ما دون المئة ألف دولار بحاجة الى عشرين مليون دولار خلال خمس سنوات نعم خطة التعافي الاقتصادي خطة الايمف واللي مطلعين علىها الفرنسيين وخبروني نحن بحاجة الى عشرة مليار دولار خلال خمس سنوات من اجل التعافي الاقتصادي او من اجل انهاض الاقتصاد اللبناني نعم ولكن يعني شرط الاستثمار وادارته بطريقة محكمة عشرة مليار دولار نحن من بعد انتخاب الرئيس من بعد الحل السياسي سنحصل على عشرة مليار دولار ارتباعا خلال خمس سنوات نعم او اربع سنوات ثلاث مليار من صندوق النقد ثلاث اربع مليار من برنامج ساد وثلاث اربع مليار من المملكة العربية السعودية بالتالي يعني نحن ما عنا مشكلة مالية كبيرة بحاجة نحن فقط الى ادارة الى خطة وربما ايضا بحاجة الى اعادة تحديد دور المصارف في الاقتصاد انه هذه المصارف اللي هي ريعية تستسمر في سندات الخزينة اللي تعطيه كانت فوائد مرتفعة ويستفيدوا من فوارق الفوائد وكانوا يوصفوا مدخرات الناس والتحويلات اللبنانية من الخارج يوصفوها بسندات الخزينة يوصفوها بالمضاربة العقارية في التسعينات عندما جاء رفيق الحريني 93-94 هذه مصارف عائلية ريعية وعددها 63 مصرف عدد كبير تركيا الجي دي بي ناتج القومي 2 تريليون دولار 1.9 تريليون دولار عندهم اقل من 20 مصرف 15 مصرف نحن لاش عنا 63 مصرف كل هذه كونتورات بتدين مصاري ما بيوظفوا بالاقتصاد الوطني هذه مصارف غير وطنية طب انا برأي هون الاساس النقاش ما في نيقاش جدي بهذا البلد حول خطط حول برامج علمية أنا بدي نائش بدي أعرف أنه هذه الأحزاب المسيحية نحن اليوم اللي معترضين على هيمنتها على القرار وهيمنتها على الرئاسي مسألة الرئاسي حابسين الرئاسي ومسألة المستقبل للمجتمع المسيحي والدور المسيحي في البلد طب شو برنامجه؟ طب شو برنامجه جمهران بسير في كل هذه المسائل اللي حكينها بصندوق النقد الأيامف العائدات النفط موضوع الاقتصاد موضوع الاجتماعي النازحين النازحين ملف النازحين ملف ترسيم الحدود مع سوريا في الشمال يعني عنوين اللي بتحملها ملفات المرحلة الجاية اللي بدنا نحل هي هذه عنوين حتكون الرئيس إذا صار رئيس أي رئيس للجمهورية مقبل عنوين أي مرشح رئاسي مفترض لتكون وسقل هذه الملفات دكتور يعني يؤكد أن هذا الاستحقاق سيحمل من الأهمية بوجوب التدخل الخارجي وإلا يعني لن تكون سهلة مهمة الرئيس أمام كل تقل هذه الملفات اللي عاملية متفضل فيها حدرتك تمويل التسوية خارجي علماً أنه المصريين بيقولوا أنه أنتم مش بحاجة إلى التمويل الخارجي هذا رأي القيادة المصريين نعم بيقول أنه أموال اللبنانيين الموجودة في الخارج اللي تتحول إلى لبنان أو ممكن تجي كاستثمارات إلى لبنان نتيجة الحل السياسي هي أهم من العشرة مليار أو تفوق العشرة مليار يعني أنا بدي أعطي رأم نعم البنك الدولي بيقول أنه سنوياً يرصد دخول سمع مليار دولار من المقتربين تحويلات من المقتربين الحقيقة هو أكثر من هيك عم يدخل إلى لبنان أربط عشر مليار بمعنى أنه في ناس عم تحمل مصاري بتجي عبر البطار مش عبر شركات التحويل نعم وعبر يعني شركات تحويل أموال ولكن يبقى الاتفاق مع صندوق النقد دكتور اللي حضرتك تفضلت فيه هو جواز السفر بيدخول لبنان بيعني دول التي استعادت الثقة ويعني لا تجي الاستثمارات مجددا تماماً ويقردونا يعني نرجع ندخل بالنظام المالي العالمي بس هذه هي فيزا وباسبور إضافة أنه 14 مليار دولار عم يدخل إلى لبنان سنوياً فيه رجعنا نستورد هذه السنة 19 مليار دولار استيرادنا رجع مثل 2018 كنا نستورد 20 مليار رجعنا نستوعد 19 هذا الرقم المرتفع من الاستيراد بس خليها نكفي هذا الرقم نصدر 4 مليار دولار مثل ما كنا نصدر بال2018 ولكن فيه تقلص لحجم الاقتصاد اللي كان حجمه 53 مليار دولار عشية 2018 يعني النشاط الأقتصادي حجمه كان 53 ناتج القومي جي دي بي كان 53 اليوم 35 مليار علماً أنه من سنتين كان محدود 15 مليار أو أقل من 20 مليار اليوم صار 35 مليار يعني فيه نمو فيه تحسن نعم نعم وأن كان بعضه ضعيف بحاجة إعادة هيكله يعني فيه قضايا الأساسية بدأ بحث بعدين نحن كمسيحيين يعني رقم حجم الاستيراد دكتور بس استطراضاً عم نحكي بمبالغ كتير كبيرة على بلد مثل لبنان هذا شو يؤشر يؤشر وكأنه هذا البلد ما عم بيعيش أزمة أنه لما هلأت أنت عم بتجيب هيدا الرأم لك صحيح هكا عم بيقوله المصريين أنتوا لشو بحاجة إلى التمويل الخليجي ولشو بحاجة إلى التمويل الأيماف نعم وإلى مساعدات أنتوا بقى بحاجة إلى مساعدات أنتوا بحاجة إلى حل سياسي نعم أنا ألا تأديري صحيح هذا الموقف المصري نعم طيب بس يعني لنربط المواضيع بالمسألة السياسية فاصل كثير مشاهدينا مجددا برحب فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الأخير من السياسة اليوم وأجدد الترحيب بضيفي عضو لجنة المتابعة في لقاء مستقلون لجل لبنان دكتور رافي مدايون أهلا وسهلا بحضرتك دكتور دكتور كنا عم نحكي قبل الفاصل عن الواقع الاقتصادي الإصلاحات المطلوبة للتعافي ويبدو أنه يعني لبنان ليس بحاجة لا إلى مبالغ كبيرة ولا إلى فترة زمنية طويلة كما كان يعني يذهب البعض بالتحليل لإستعادة المهود ولو النسبة يعني والوقوف مجددا والدخول في المنظومة يعني نوعا ما الاقتصادية في المنطقة بالموازات هذا يعني المسألة الاقتصادية لا يمكن فصلة عن المسألة السياسية التحرك الفرنسي والتحرك الخارجي يعني أي مصلحة يحمل في هذا الإطار إذا أردنا تحديدنا خصوصا منسمع أنه يعني هناك شركة توتال صحيح اعتبار الأمنة بوجود عناصر يعني حوالي 800 عنصر في الكاتبة الفرنسية في اليونيفل مضبوط المرحلة المقبلة ستأخذ لبنان إلى عصر الخصخصة أو شبه الخصخصة وها يعني رح يوافق الآخرين اللي كمان ينظرون إلى لبنان من ناحية الاستثمار يعني خلينا نقول أنه الفرنسيين برنامج سادر والوزير السابق ديكان كان عم بيطرحوا الشراكة بين القطاعين الخاص والعام يعني بمعنى البي بي بي نعم باعتولاريا بي 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 يعني اقتصاد المختلط نعم خلينا نقول وهذا اقتصاد كان أو نظريته كانت متقدمة في فرنسا بالسبعينيات المقرن الماضي من خمسين سنة تقريبا نحن بحاجة برأي الاقتصاد مختلط وإلى توجه في السياسة الاقتصادية لدعم صغار ومتوسطي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني صغار ومتوسطي المنتجين يعني موين بمعنى مش البيك بيزنس لمن اجا رفيق الحريري اجا بنظرية اقتصادية لاغلاق الصغار المنتجين المعامل الصغيرة والمؤسسات الصغيرة اغلاقها لمصحة المولات الكبيرة والمصانع الكبيرة البيك بيزنس نحن اقتصادنا صغير ولبنان لا يتحمل هكذا سياسات نيوليبرالية يعني بلاس نيوليبرالية بلاس يعني نحن بحاجة إلى دعم الانتاج الصغير والمتوسط في الزراعة ومش الزراعة التأليدية طبعا ولا الصناعة التأليدية لازم نخرج نحن إلى صناعات ذات قيمة مضافة خاصة بالزراعة اليوم على سبيل المثال في منطقة البقاع نحن أصم كبير من بلدنا تلتو زراعي هذا بلد اليوم إذا عملنا في بايو تكنولوجي دخلناها في الزراعة مثل الإسرائيليين اللي متطورين جدا بهذا المجال في الزراعات الجديدة ودخلنا العلوم المتقدمة في الزراعات مش بس البلاستيكية وغيرها وأنتجنا أنواع ذات قيمة مضافة من المزروعات كيوي وغيرها على سبيل المثال وحتى البعض إذا أنتجنا تحت إشراف الدولة اللبنانية بعض أنواع من الأفيون ومن الحشيشي لأغراض طبية والتصدير للمعامل الطبية معامل الأدوية في الغرب أنا برأي عائدات المخدرات أو الأفيون قد تتجاوز المليار أو المليارين دولار سنويا بقطاع زراعي بيكون مزدهر الزراعات التأميدية لازم نقلع عنها طيب أنا كنت عم بسألك دكتور بعتذر منك بس عشان بلش وقت يمشي كنت عم بسألك المصلحة الفرنسية بتولي زمام المبادر إذا صح التعبير هل هناك مصلحة ستكون داخل اللبناني محد أم أن اليوم موقف الاتحاد الأوروبي من سوريا سيكون لبنان هذا المنصة لحلحة لتهايد الموضوع بعد نعم نشوف هناك موقف صلب من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا وسوريا مقبلة على إعادة أعمار يعني اليوم الكل يريد دور وموقع في هذا البلد الموقف الفرنسي أصبح مرتبط بالموقف الأمريكي للأسف وأنا اقترحت عليهم قبل سنة تقريبا بفتح قنوات حوار مع الحكومة السورية مع القيادة السورية رفضوا الفرنسيين منذ أيام الرئيس هولاند فرنسو هولاند يرفضوا كانوا فتح قنوات حوار بدهم يعملوا حوار أمني فقط مع اللواء علي المملوك ومع القيادة السورية بدهم يعرفوا عن الجهادين الفرنسيين الموجودين بفرنسا بدهم تعاون أمني ما بدهم تعاون سياسي القيادة السورية اشترطت على الفرنسيين دائما أنه بيصير تطبيع سياسي في البداية وديبلوماسي ثم يلحق ذلك التعاون الأمني بين البلدين الفرنسيين للأسف مرحقين بالموقف الأمريكي في سوريا وربما في المنطقة أيضا مشان هيك هن عاجزين عن مواكبة التطورات حاصلة وأن كان اليوم القيادة السورية الحكومة السورية أخرت تطبيعة مع سوريا مع تركيا لمصحة التطبيع لعلاقات مع مصر وبع الخليجيين مع السعودية تحديدا اليوم إذا الأتراك اجوا اجوا إلى دمشق معناته اجوا على بيروت وشركاتهم اجت أيضا إلى المشرق العربي وإلى بغداد من يأتي إلى دمشق ويسبق الدول العربية الخليجية معناته سوف يسيطر على اقتصادات دول المنطقة أو بتشارك الأتراك مع الإيرانيين لإدارة الإدارة الأقليم بعد دمشق هي التي ترسم هذا التوازن هي قلب هذه التوازنات هي قلب هذه المعادلة وإن كان الضعيف اليوم وإن كان دور السياسي والعسكري أو الاقتصادي ضعيف ولكن موقع جيوبوليتيكي موقع استراتيجي ومهم جدا بالتالي من يدخل إلى سوريا إذا أردوغان رجع طبع علاقاته مع سوريا وعاد دخل إلى اقتصاد حلب واقتصاد دمشق سيدخل إلى اقتصاد بيروت وشركات التركية ستأتي إلى طرابلس عندنا بالشمال وتأتي إلى بيروت وتستخدم منصة تستخدم لبنان قاعدة ومنصة للمشاركة في أعدة الأعمار في سوريا وحتى في العراق طب اللبناني مستعدين للمشاركة لبناني من كل طواقفهم خاصة المسيحيين مستعدين للمشاركة في أعدة الأعمار في سوريا وفي العراق هذه الأمور الأساسية اليوم الفرنسيين إذا تخلفوا عن إيجاد حل سياسي في لبنان حل الرئاسي والاقتصادي في لبنان إذا ما أدروا أقنعه محمد بن سلمان ما أجل حل عن طريق المبادرة الفرنسية سوف تتقدم المبادرات والعلاقات السعودية الإيرانية والسعودية السورية سيأتي الحل عن طريق دمشق وبالتالي وقد يأتي الحل أيضا عن طريق تركيا سوف تدخل تركيا إلى دمشق وتأتي إلى بيروت وتخرج الفرنسيين من لبنان الفرنسيين للأسف ما يفهموا يعني العقل الفرنسي اللي أنا برأيي محق في الشراكة مع حزب الله كمدخل لدورهم السياسي في لبنان والاقتصادي بمعنى بيعتبروا أنه مدخلهم إلى لبنان إلى الاقتصاد ولبناني وإلى السياسي هو حزب الله مش إلا أحزاب المارونية أو السنائي يعني كمان بشكل تاني تماما مع الطائفي الشيعية خلينا نحكي هيك اليوم في وهي دا اللي عم يزعج دكتور رافي يعني الأطراف المسيحيين السياسيين من الموقف الفرنسي مية بالمية غطل جورجو عدوان بيقول أنه الفرنسيين يعني دورهم ما أنه مهم أنه بيقبل ماكرون أنه نحن نبعط له موفد لبناني إلى باريس لتوسط بينه وبين المعارضة اللي كانت عبدالظاهر بالشوارع وتكسر الشوارع بيقبل ماكرون أنه بيقبل موفد عم بحكي أنا الأطراف التي ترفض الحوار داخلي طبعا الأمريكان شجعوا وحردوا الأحزاب المسيحية لرفض وصول فرنجية ورفض المبادرة الفرنسية والاعتراض على خيار الثنائي نعم بانتظار بانتظار المفاوضات مع الإيرانيين بانتظار المفاوضات غير مباشرة مع حزب الله الأمريكان عندهم أجندتهم صحيح وأجندتهم مثل ما قلتلك أمن إسرائيل وأمن الطاقة في شرق المتوسط الرئاسي لا تهمهم الأمريكان أمريكان ما عندهم مطالب داخلية كان عندهم قطاعان ولا زال مهم بالنسبة لهم قطاع المصرفي دمروه هني وفي الجيش جوعوه يعني غباء الأمريكي غباء الخطة الأمريكية أدى إلى ضرار بمصالح الأمريكان في لبنان وجامعتهم للأمريكان في لبنان هني اللي تضرروا خليني أوضح أنا أقول ولكن كانت التعاطي مع القطاع المصري في من باب الضغط والعقوبات يعني لتأمين هذه البيئة التي يعني تقول لحزب الله أنت المسؤول عن هذا الوضع الاقتصادي لكن بدون يجففوا دولارات من السوق اللبناني أخرجوا الدولارات عبر المصارف طلبوا من المصارف إخراج الدولارات من لبنان والشركات المالية اللبنانية اللي بتتعاطى مع الأمريكيان أخرجوا الدولارات الصح ناوي وبكتف وإلى آخر معروفين أخرجوا الأموال من لبنان ولكن اللبنانيين ما سقطوا تحت الحصار الأمريكي لأنه هني نظرياً كانوا خمين أمريكيان أنه منحاصر الاقتصاد منحاصر المؤسسات الدولة نخرج الأموال الدولارات عن طريق المصارف إلى خارج لبنان وبعض بيقول عشرات المليارات فرنسيين بقولوا 12 مليار مع أنه أنا برأيي يعني جوزيف طراباي بيقول قبل أربع خمسة أشهر لحد أصدقائه بباريس ما غيره جوزيف طراباي طبعاً كخيدي لبنى أنه أخرجوا خمسين مليار دولار المصارف على دفعات وبأشكال مختلفة أخر ثلاث سنين الإماراتيين بيشتكوا أنه في أربع مليار دولار أجوا على الإمارات على دبي سبع مليار على الخليج أخر ثلاث سنين بعد الأزمة بالتالي أنه مش صحيح أنه 6 مليار و12 مليار خرجوا فقط من لبنان بالبيوت اليوم في 6-7 مليار دولار كاش بيبيع عنده عند الناس لبنان حسب النظرية الأمريكية أنه من حاصل اقتصاده لبناني من جفف الدولارات نظرية بولتون من حاصل المؤسسات الدولة تنهار على راس حزب الله ونقلب بيئته لحزب الله عليه ونقلب البيئة اللبنانية على الشيعة وعلى سلاح المقاومة هذه نظرية ما مش حالا الخطة بيئة اليوم ستكون الترقب والانتظار للأمريكيين خطة بيئة استمرار في الضغط نعم ريث ما يحصل الأمريكيين على مطالبهم وعلى أمن الغاز المتوسط أنا تقديري يعني المناورة اللي عملها حزب الله في عربته مؤخرا لا تحاكي فقط الداخل الإسرائيلي لأنه عند في الداخل الإسرائيلي في القيادة العسكري والقبلي في تفكير وحتى عندنا تنياه وأنه خلينا نصدر الأزمة الداخلية من خلال فتح معركة مع حزب الله في لبنان نعم وتدبير إمكاناته استطاع محور مقاوة أن يقول لإسرائيل ونتنياهو أنه في وحدة الساحات يا شباب يا إسرائيليين من غزة إلى جنوب لبنان إلى جنوب سوريا اللي أطلق منها خلال الأزمة السابقة خلال المعركة غزة الأربعة أيام السابقة مع الجهاد الإسلامي الفلسطيني أطلقوا أربع خمس صواريخ من جنوب سوريا ومن يومين أطلقوا صاروخ كمان تحزيري من جنوب لبنان وعمل مناورة حزب الله ونفهموا الإسرائيليين هاي هذه رسائل ليس فقط للإسرائيلين ومؤخرا في جابة الضفة نعم مؤخرا في جابة الضفة أطلق صاروخ لأول مرة من الضفة صاروخ بداية صحيح ثلاثة أربعة كيلومات من الصواريخ اللي كان يعملها القسام حماس في بدايات 2008-2009 عندما بدأ المقاومة العسكرية بالصواريخ ضد الإحتلال الإسرائيلي لأول مرة يطلق صاروخ من غزة باتجاه المستوطلات الإسرائيلية هذا حدث نوعي جديد نعم معناته في جابة الضفة الجديدة وضيفت إلى الساحات الأخرى والجابهات الأخرى المقاومة لإسرائيل فاليوم حزب الله مناورته تحاكي الداخل الإسرائيلي ويرد على الاتجاهات الإسرائيلية لتصدير الأزمة إلى الخارج من خلال افتعال حروب مع الخارج مع حركات المقاومة ولكن أيضا هارسالة للأمريكان والأمريكان مهتمين جدا اليوم لمعرفة أهداف هذه المناورة وأهداف الخيمتان بمنطقة كفرشوبة خيفة أين الأمريكان لأول مرة بيسألوا كتير شو بدل حزب الله عب يستفسروا شو بدل حزب الله حزب الله عب يفهمكن إذا ما كنت تتفقوا بعوه لحزب الله حتى إسرائيل تستنجد يعني بالخارج وأنه قطعوا شوفوا شو قصة هالخيام حتى ما تتطور الأمور إلى تماما فإذا ما بدون يعملوا تسوية إذا ما بدون الأمريكان يعملوا تسوية وبدون يزعزعوا الأمن في لبنان وفي جنوب لبنان وبدون يستخدموا اليونيفل ضد المقاومة في لبنان طبعا المنطقة كلها ممكن تفلت ممكن يتزعزع الأمن في كل المنطقة وقد تتحول حوض المتوسط إلى حوض غير آمن بالنسبة لأسرائيل حوض المتوسط سيتحول إلى حوض غير آمن بالنسبة لأسرائيل طيب كنا عم نحكي من قبل على مسألة المصارف لابد من التوقف عند أزمة حاكمية مصرف لبنان دكتور لوين بدنا نروح بهذا الاتجاه حكومة تصريف أعمال منشوف التصويب عليها من كل الأماكن سهام قاتلة حتى مجلس النواب يعني في مقاطعة للجلسات التشريعية كيف تشتغل هذه الدولة السلطة النقدية هل ستفرغ هل ستفرغ يعني رح نصير أمام فراغ في السلطة النقدية على بالإسلام فيه شيء اسمه حيلة شرعية شيك فيه يعمل حيلة شرعية كمان في حاكمية مصر في لبنان ويؤمنوا التمديد التقني سبت شهر أو سنة لرياض سلام مسألة يعني مجزات أهمية ببهم علوماتك الفرنسيين يعني الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لأنه يعني بنعرف الموني الأمريكي على مصرف لبنان عادة ما في إمكانية الأمريكان شو رأي بهذا الموضوع؟ ما في إمكانية لتعيين حاكم مصرف لبنان جديد دون الاتفاق مع الأمريكان لأنه هذا الحاكم بده يتعاطى مع الأمريكان ومع الأسواق المالية مع نظام السوفت الأمريكي والأتفاقات التي توقع بهذا البطار بالتالي الأمريكان ألهم كلمتهم مثل ما ألهم كلمتهم بقائد الجيش قائد الجيش ومدير مخابرات الجيش وحاكم مصرف لبنان هذه ثلاثة مناصب الأمريكان ألهم رأي فيها كما حزب الله ألهم رأي فيها يعني في حق الفيتو لحزب الله ورئيس الجمهورية كمان عندما يكون فيه رئيس جمهورية كمان ألهم رأيه بتعيين قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان ومدير مخابرات إضافة إلى المواقع المسيحية الأخرى من مجلس قضاء الأعلى التفتيشي مركزي إلى آخر يعني فيه خمس مواقع أساسية للمسيحيين هني بعدم انتخابهم للرئيس الأحزاب هودية العظيمة حزبين العظيمين المارونيين اللي عم بيحجموا عن انتخاب رئيس جمهورية وعم بيعطلوا الشراكة الوطنية وعم بيطيلوا فترة الفراغ الرئاسي هني مسؤولين عن الفراغ هني عم بيضيعوا المناصب المسيحية هني عم بيضيعوا المناصب على المسيحيين يتفضلوا وينتخبوا رئيس بالتسوي بالتفاهم مع الثنائة ما فيه اليوم امكاني للتفاهم أحدا غير الثنائة ما يضيعوا وقتهم وهني بيعرفوا هشيه جبرال وسمير جعجع بيعرفوا هشيه ما يضيعوا وقتهم اليوم فيه أربع طوائف سياسية في البلد أربع طوائف بالترتيب الطائف الأقوى هنها الشيعة هنها الطائف السياسية عم نحكي كنفود سياسي ثانيا البوارني الدور السياسي الثالث للموارني الطائف الثالث الدروز ورابعا السنة بسبب يعني التشتت السني وغياب المرجعية والقيادة قيادة سعد الحريني بالتالي هذه الأربع طوائف أربع قوى هي التي سوف تقرر مستقبل السياسي للبلد والنظام السياسي والنظام الاقتصادي والأدوار هذه بلد فيها طوائف وأحجام وأدوار نعم دكتور يعني أنا بدي أعتذر كتير منك لأنه بلش وقتنا يخلص بس لأنه كنت عم بسألك بس على مسألة مصر في لبنان رح نكون أمام أسمي أنا برأيي يعني رح يلاقوا المخرج لحضر دكت بحسب قراءتي فيه تمديد فيه تمديد تقني أنا برأيي لرئاس سليم لا دكتور سليم أنا بعتقد هيك طيب والملف الرئاسة إلى يعني الشغور سيكون طويل مش آخر الصيف ممكن يكون طويل بس أنا بس بدي حاول أعطي ملاحظة لجبران بسيل أنه إخراج فرنجي من حلبة الرئاسي من السباق الرئاسي قد لا يحصل ذلك ولكن هو لازم ينتبه أنه وضعه فيتو على الوزير الفرنجي وإخراجه من السباق لن يكون لمصحته هو كجبران بسيل سيكون لمصحت قائد الجيش يعني إذا كان جبران بسيل لا يريد كطرف مسيحي ماروني أن يكون شريك للثنائي وأن يكون حليف لحزب الله والثنائي في الساحة المسيحية لخلق توازن في وجه القوات اللبنانية بيصير ساعة الجيش بيقوم بهذا الدور إذا تيار البسيلي العوني لا يريد أن يقوم بدور الموازن في مواجهة القوات اللبنانية لأنه الثنائي لن يترك لسامير جعجع وحده تمثيل أو سيطر على كل الساحة المسيحية تتوجه للوزير البسيل أنه ارجع إلى التحالف مع الثنائي تفاهم مع الثنائي على فرنجي أنا تأديري لمصلحته إذا راح فرنجي بده يجي قائد الجيش أنا برأيي ما له بصعة هو بقائد الجيش جبران باسيل بقائد الجيش قائد الجيش عوني اسمه عون جزيف عون عنده نصف الكتلة العونية النيابية في اعتبارت يعني خاصة عنده جزء من القاعدة الشعبية العونية تؤيده وبالتالي هو ينافسه لجبران باسيل على نفس الصحن العوني حيستقطب جزء من العونيين وبالتالي حيضعف التيار العوني فيما لوصل إزاحة فرنجية لن تكون لمصح جبران باسيل ستكون لمصح قائد الجيش وفي سابقة المقاومة تحالفت مع إيمين لحود قائد الجيش السابق والجيش والجيش كان حليف المقاومة بوجه الحريري السياسي بوجه السنية السياسي اليوم إذا هو ما بده يقوم بهذا الدور التحالفي المسيحي الحليف لحزب الله والاتفاق مع ربخيل إذا ما بده اتفاق مع السناء ما بده اتفاق مع المقاومة الجيش موجود المقاومة سوف تتحالف مع الجيش أنا تأديري لا نشوف الأيام اللي جايش بدأت تحمل عضو لجنة المتابعة في لقاء مستقلون من أجل لبنان دكتور رافي مديان شكرا جزيلا لحضرتك أهلا وسهلا فيك مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة